وبقولنا بعدما بنحلل العمليات المالية لأطرافها المدينة وفقا لقاعدة القيد المزدوج زي ما أوضحنا عزيزي الطلاب قاعدة القيد المزدوج بتقول لي أن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ في دوق قاعدة نظرية القيد المزدوج أو قاعدة القيد المزدوج أو نظرية القيد المزدوج بنحدد المدين والدان أو بنحدد أطراف العملية المالية اللي هي أوضحنا أن العملية المالية اللي هي حدث مالي أو تجاري متعلق بنشاط المنشأة عمليات شراء عمليات بيع عمليات تخصيل مبالغ لمستحقة المنشأة لدى عملائها او الغير عمليات سداد مبالغ مستحقة على المنشأة للغير كل هذه الاحداث بيطلق عليها العمليات المالية هذه العمليات بتأيادها مستندات بعد ما المنشأة بتحصل على هذه المستندات او صورة طبق الاصل من هذه المستندات بيقوم المحاسب او ماسك الدفاتر داخل المنشأة بتحليلها الى اطرافها المدينة والدائنة لان اوضحنا ان كل عملية مالية او كل حدث مالي او تجاري هتقوم به المنشأة هيترتب عليه وجود طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ على سبيل مثال اوضحنا اقولنا مثلا لو المنشأة اشترى بضاعة نقدا العملية دي تأثر على حساب البضاعة بالزيادة والبضاعة طبعا هتكون مدينة في الحالة دي لان البضاعة قلنا حساب حقيقي زيادة يبقى مدين والخزينة طبعا اندفع منها المبالغ اللي هي قيمة البضاعة او تمن البضاعة وبالتالي هتنقص والخزينة ايضا حساب حقيقي لما ينقص يكون دائن يبقى البضاعة في الحالة يكون طرف مدين او حساب مدين والخزينة هتكون هي اللي بتمثل للطرف الدائن او هتكون حساب دائن في القيد المحاسبة يبقى احنا عرفنا ازاي بنحدد المدينة والدائن بنقولنا في ضوء قاعدة او في ضوء مدخل مهم جدا وهو مدخل تشخيص الحسابات يعني انا عشان احدد الطرف المدينة والدائن لكل عملية اتعرفت على انواع الحسابات وعرفت ان انواع الحسابات عندي حسابات شخصية وحسابات غير شخصية اسمناها الحسابات اسمية وحسابات وهمية اسمية وهمية وحسابات حقيقية الحسابات الشخصية اوضحنا زي اسام الاشخاص الطبيعين اللي زي وزيك وزي كل الناس دول اشخاص طبيعين والشخص الطبيعي قلنا لما بيأخذ بيكون مدين شخصية اعتبارية او شخصية معنوية زي الشركات والمنشآت والمحلات والمكتبات كل هذه المؤسسات هي عبارة عن شخصيات او بنعتبر لها شخصية او بنفترض ان لها شخصية بنطلق عليها الشخصية الاعتبارية او الشخصية المعنوية والمحل طبعا لو اخذ او الشركة اخذت او اي مؤسسة اخذت ما يبلغ من المال بتكون مدينة واذا اعطت بتكون دائنة يبقى الحسابات الشخصية إذا أخذت مدينة وإذا أعطت دائنة قلنا الحسابات الحقية زي كل الممتلكات اللي بتمتلكها المنشأة سواء كانت هذه الممتلكات في شكل أصول سبتة زي الصراط والألات والعدد والأدوات ممتلكات في صورة عينية أو ممتلكات في صورة غير عينية أو غير ملموسة زي طبعا قلنا شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامات التجارية الحسابات الحقيقية طبيعتها مدينة الزيادة تجعلها مدينة زي البضاعة وهي نوع السلعة اللي المنشأة بتتجر فيه لما نشتر البضاعة البضاعة تزيد ولما تزيد تظل مدينة تنقص تيجي دائنة وكذلك الخزينة أيضا أوضحنا حساب حقيقي زادت تبقى مدينة نقصت تبقى دائنة يبقى قلنا أن الحسابات الحقية هي كل الممتلكات اللي بتمتلكها المنشأة أي حاجة تمتلكها المنشأة تبقى حساب حقيقي يزيد يبقى مدينة ينقص بدا اما بالنسبة للنوع التالت من الحسابات قلنا الحسابات الاسمية او الوهمية او قلنا عليها طبعا بتتضمن المصروفات والخسار ودي طبعتها مدينة الزيادة فيها تجعلها مدينة والنقص فيها تجعلها دائنة ودينا امثل المصروفات قلنا مصروف الايجار مصروف المرتبات مصروف فطورة مثلا الكهرباء فطورة المياه فطورة الانترنت كل هذه مصروفات لان احنا قلنا المصروفات هي مبالغ بتدفع للغير مقابل ما يؤديه من خدمات للمنشاعة عكس المصروف على طول بيجي الإراد والإراد طبعا هي المبالغ اللي بتخصل عليها المنشاة من الغير مقابل الخدمات أو المنافع اللي بتأديها للغير أو بتمنحها للغير فمقابل الخدمة المؤدية للغير إراد والخدمة المؤدية للمنشاة المقابلة اللي بتدفع المنشاة في الحالة دي بيكون مصروفي بيحنا عندنا الحسابات الاسمية والوهمية بتشمل المصروفات والخسارة دول طبيعتهم مدينة والإرادات والأرباح دول طبيعتهم دائما وزيادة المدين تجعله مدين ونقص المدين يجعله دائن وزيادة الدائن يجعله دائن ونقص المدين يجعله دائن وزيادة المدين يجعله مدين وكذلك زيادة الدائن يجعله دائن ونقص الدائن يجعله مدين يبقى المدين لو زاد يظل مدين نقص يجي دائن والدائن إذا زاد يجي دائن أو يظل دائن وإذا نقص يجي عقص طبيعته يبقى يجي مدين دي الحسابات وأنواع الحسابات والكيفية أو الحالات اللي يكون فيها الحساب مدين أو الحساب دائن اتعرفنا عزيزي الطلاب على الكيفية اللي بنحلل بها العمليات في شكل طرف مدين وشكل طرف دائن وفقا طبعا لنظرية القيد المزدوج وفي ضوء مدخل مهم جدا من مداخل تعلم المحاسبة هو مدخل تشخيص الحسابات مهمة المهارات دي مهمة مهارة تحليل لعملات الأطرافة المدينة والدائنة مهمة لأنها أساس تسجيل العملات داخل دفتر نومي أنا بحلل عملات الأطرافة المدينة والدائنة دي مهارة عقلية يعني أنا بفكر العملات اتأثرت على ايه اي الحسابات اتأثرت هل حساب حقيقي هل حساب شخصي هو اللي اتأثر مين اللي اتأثر بعد كده في ضوء المدخل وضوء طبيعة كل حساب بقدر احدد من مدين ومن دائن دي عملية عقلية هننتهل بقى للمهارة التانية اللي هي بقى تعتبر مهارة أدائية هنقديها فين داخل دفاتر اليومية وهنتعرف بقى وهنتم لحديثنا ازاي بنسجل عملات داخل دفتر اليومية لكن خلونا نفتكر مع بعض علشان ما نروحش بعيد عن الهدف الأساسي اللي احنا من أجله هنجري مجموعة من الخطوات والإجراءات المحاسبية خلال السنة المالية احنا أوضحنا ان المحاسبة المالية لايه هدف عزاء الطلاب ايه هداف المحاسبة المالية برافو عليكم احنا عايزين نعرف بعد فترة مالية يعني بعد سنة تبدأ في واحد واحد وتنتهي في 31-12 عايزين نعرف هل المنشاعة حققت ربح ولا حققت خسارة نتيجة أعمال المنشاعة ربح ولا خسارة هل المنشاعة بعد فترة زمنية معينة من الشغل والنشاط اللي هي بتقنبه هل حققت ربح ولا حققت خسارة قلنا عشان نقدر نوصل للهدف ده بابر بمجموعة من الخطوات خلال السنة المالية اللي من ضمنها طبعا تحليل العمليات المالية اللي اطرافها المدينة ودأينا من واقع دفتر من واقع الفواتير والمستنات وتسجيل هذه العمليات في دفتر او دفاتر اليومية المهارة اللي هنتعرف عليها النهار ده عزيزي الطلاب وهنستكمل الحديثنا عنها لكن خلونا نفتكر احنا عندنا هدفين اساسيين الهدف الاول عايزين نتعرف على نتيجة نشاط المنشأة من ربح وخسار يعني المنشأة كذبت ولا خسرت بعد سنة مالية يعني 12 شهر تبدأ من واحد واحد وتنتهي في 31-12 ده بالنسبة للهدف الاول الهدف التاني قلنا عايزين نعرف المركز المال لمنشأة او نحدد المركز المال لمنشأة واوضحنا ان المقصود بالمركز المال لمنشأة هو بيان مال المنشأة من ممتلكات وما عليها من اموال المنشأة بعد سنة ايه التغيرات اللي حصلت للممتلكات بتاعتها وايه اللي حصل للالتزامات بتاعتها او المبالغ المستحقة عليها للغير فيه خلال سنة مالية ما لها من اموال وما عليها من اموال هنوضح الكلام ده في شكل قائم اسمها قائمة المركز المالي اللي هبان للمركز المالي المنشأة هنوضح الممتلكات اللي بتمتلكها المنشأة والالتزامات اللي على المنشأة وحقوق ملك أصحاب المنشأة في قيمة المركز المالي زي ما هنوضح أيضا نتيجة أعمال المنشأة في قيمة اسمها قيمة الدخل وقلنا دي بالطريقة الحديثة أو بالحسابات الختمية ودي في الطريقة التقليدية يبقى عشان أوصل للهدفين دول اللي أنا قلتهم تحديد نتيجة أعمال المنشأة مرحوا قصارة وبيان المركز المالي للمنشأة لابد أن أنا أمر بمجموعة من خطوات بتسمى خطوات الدورة المحاسبية 8 خطوات أسترجعهم معكم بسرعة عشان ننتقل للموضوع المهم هو تسجيل العمليات أو المهارة المهمة اللي أركز على النهاردة تسجيل عملات في دفتر اليومية. إيه هم 8 مهارات دوري 8 مهارات خطوات متتالية ومتتابعة. كل خطوة منه بتمثل مهارة لابد أن ماسك الدفاتر أو المحاسب يكون متقنهم علشان دول اللي هيوصلوا الأهداف المحاسب المالي أول خطوة قلنا تحليل العمليات من واقع الفواتير والمستندات إلى أطرافها المدينة والدائنة. طبعا قلنا وفقا لنظرية القيد المزدوج وفي ضوء مدخل تشقيص الحسابات الخطوة الثانية بعد ما بحل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة بسجل العمليات في دفتر اليومية اللي هنركز اهتمامنا عليها النهاردة المهارة التانية. المهارة التالتة أو الخطوة التالتة بنرحل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر أو دفاتر أستاذ حسب الطريقة المحاسبية المستخدمة زي ما أوضحنا ثم بعد ذلك بعد من رحل عامات لدفط الأستاذ بنعد ميزان المراجعة قبل التسويات ثم بنجري التسويات الجردية في نهاية السنة المالية أو في نهاية الفترة المالية يعني في 31-12 ثم بعد إجراء التسويات الجردية بنعد ميزان المراجعة مرة أخرى واللي بيطلق عليه ميزان المراجعة بعد التسويات ثم بعد أعداد ميزان المراجعة بعد التسويات بنقوم بأعداد القوائم المالية اللي بتظهر لي طبعا نتيجة أعمال منشأة من رحوة أو خسارة وبيان المركز المالي ثم الخطوة التامنة والأخيرة بنقوم بإقفال كل الحسابات إقفال إقفال كل الحسابات المؤقتة اللي هي المصرفات والخسائر والإرادات والأرباح التي حدست في نفس السنة المالية بقيود بتسمى قيود الإقفال وبتسجل في دفتر اليومية عشان ننتهي السنة الحالية ونخلص من كل المصرفات والخسائر والإرادات والأرباح اللي حصت في نفس السنة. ونبدأ سنة مالية جديدة. بأرباح جديدة أو خسارة جديدة. وده طبعا تبقى لمبد位 أبدأ المقابلة إن أنا بقابل المصرفات بالإرادات مصرفات نفس الفترة بإرادات نفس الفترة. علشان أوصل لصافي الربح أو صافي الدخل إذا كان ربح أو خسارة اللي حدث في نفس السنة المالية. وبعفل كل هذه المصرفات الخسارة. عشان يبقى فيه استقلال في السنوات المالية يعني السنة الكسيت كام أو خسارة كام الربح بتاع السنة دي أو الخسارة بتاع السنة دي ما تدخلش فيه أرباح السنة التالية أو خسارة السنة التالية كل سنة يبقى معروف ومحدد نتيجتها ونتيجة أعمالها الجزئية المهمة أيضا أن احنا قلنا أن الخطوات دي اللي هي خطوات الدورة المحاسبية لا تختلف طبعا باختلاف الطريقة المحاسبية اللي احنا قلنا عندنا مجموعة من الطرق المحاسبية قلنا عندنا الطريقة الإيطالية والطريقة الأمريكية والطريقة الألمانية والثلاثة دول بيتناسبوا مع حجم المنشآت صغيرة الحجم وأوضحنا أيضا أننا عندنا طرق بتتناسب مع حجم المنشآت كبيرة الحجم زي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية أوضحنا أعزائي الطلاب أننا هندرس المحاسبة وهنبدأ درستنا في تسجيل عمليات طبعا في منشآة فردية صغيرة الحجم وبالتالي هنستخدم طريقة من الطرق اللي بتتناسب مع حجم المنشآت صغيرة الحجم وهي الطريقة الإيطالية وقلنا طبعا الشكل الطريقة المحسنية بتختلف باختلاف مجموعة الدفاتر اللي بتستخدمها في تسجيل عمليات يعني عندنا الطريقة الإيطالية عندنا دفتر يومية واحد ودفتر أستاذ واحد الطريقة مثلا الأمريكية فيها دفتر واحد بيجمع بين اليومية والأستاذ يبقى الاختلاف من طريقة لطريقة هي مجموعة الدفاتر او عدد الدفاتر اللي هنستخدمها في الاجراءات وتسجيل العمليات المالية في اي منشأة من المنشآت المنشآت بتختار طبعا المحاسب بيختار الطريقة اللي تتناسب مع حج المنشآت تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنسجل العمليات في دفتر اليومية وفق طبعا مدخل تشخيص الحسابات اللي احدد المدينة والدائن من خلال انواع الحسابات اللي استمناها حسابات شخصية وحسابات غير شخصية تعالوا نتعرف مع بعض على شكل دفتر اليومية والطريقة اللي هنسجل بيها العمليات داخل دفتر اليومية في شكل قيد محسابي او كان مركب بعد ما بنحلل العمليات المالية لاطرفها المدينة والدائن طبعا قلنا في ضوء مدخل تشخيص الحسابات وتطبيقا لنظرية القيد المزدوك بيتم تسجيل تلك العمليات المالية بدفتر اليومية وفقا طبعا زي ما وضحنا عزاء الطلاب للطريقة الايطالية وده بيكون في شكل قيد محسابي ايه هو القيد المحسابي؟ القيد المحسابي عزاء الطلاب هو عبارة عن ملخصة العملية المالية بيتم تسجيله طبعا في دفتر اليومية يبقى دفتر اليومية عبارة عن سجل بنقيد فيه او بنسجل فيه كل العمليات المالية اللي حدست طبعا من واقع المستندات والفواتر المؤادة لها في شكل قيد محسابي ودفتر يومية بيتضمن مجموعة من الخناز زي ما احنا شايفين عمود للمدين عمود للدائن العمود مدين والدائن ده للمبالغ وصم البيان وده بيبقى كبير شو عشان بنكتب فيه اطراف العملية اللي هو المدين والدائن وده من بنقدم المدين والدائن يعني بنكتب في خانة البيان اطراف القيد المحسابي اللي هما بيكونوا طرف مدين وطرف دائن العمود الاخير وده بنسجل فيه تاريخ العملية لكن اخو بالي عزيزي الطلاب ان ده شكل مبسط لدفتر يومي لما اروح المنشأة ممكن الاقي فيه اعمدة زيادة يعني الاقي عمود مثلا لرقم العملية عمود تاني بيكون فيه مثلا كود الحساب لان كل حساب بيبقى له كود في المنشأة عمود تالت مثلا لرقم المستند اذا كان فاتورة ولا عقد شراء وهكذا يبقى انا ممكن اروح لما اروح المنشأة الاقي فيه عندي اعمدة اكتر من الاعمدة اللي امامي الان لكن اخو بالي ان دي الاعمدة الاسسية عمودين واحد مدين واحد دائن في العمود الاول المدين ده بكتب فيه مبلغ الطرف المدين والعمود الدائن بكتب فيه مبلغ الطرف الدائن ودايما بقدم المدين على الدائن يعني كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن ودايما نقول ليدس يعني نقول بدا يعني وفقا للقاعدة تقول ليدس فرست لا احنا هنقول ايه هنقول ديبت فرست يعني المدين اولا يعني احنا بنفضل المدين على الدائن نقول المدين ثم نقول الدائن ما ينفعش اقول الدان قبل المدين طب ليه ما ينفعش لا هو جرت العادة على كده اتفق المحاسبين والناس كلها اتفقت وديه توفقه عليه كل الدنيا بتكتب المدين ثم بعد كده تكتب الطرف الداء يعني لو كانوا اتفق انهم يكتبوا الدان قبل المدين ما كانش فيه مشكلة لكن ايه المتعرف عليه لازم لما اجا سجل القيد وديه شكل مهم للقيد انه لازم يكون الطرف المدين قبل الطرف الداء يبقى دفتر يومي هو سجل طبعا وديه طبعا موجود في الطريقة الايطالية دفتر واحد فقط ويتبقوا بيتم بتصميم صفحات هذا الدفتر زي ما اوضحنا دي الاعمدة او الخنات الاساسية لدفتر اليومي طيب دفتر اليومي بيسجل فيه العمليات والاحداث المالية اللي بتقوم بقى المنشأة مثل شراء بضاعة بيع بضاعة شراء سيارة بيع سيارة يعني شراء اي شيء وبيع اي شيء متعلق بنشاط المنشأة سداد مصروفات تحصيل اراضات كل العمليات اللي بتقوم بقى المنشأة بتسجلها داخل دفتر اليومية في شكل قيد محاسبي طب ايه هو بقى القيد المحاسبي ده عزيزي الطلاب القيد المحاسبي هو عبارة عن ملخص للعملية المالية الحدث المالي اللي هو شراء بضاعة مثلا بمبلغ عشرين الف جنيه نقدا يعني المبلغ دفعة من خزين بعد ما حللنا الطرف مدينة الطرف ده انا هنقوم بتسجيله داخل دفتر اليومية لكن اللي حزن حاجة عزيزي الطلاب لما بنيجي نسجل لما بنيجي نحل العمليات لان ان في عمليات بيكون الطرف المدين فيها حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد وفي بعض العمليات بيكون الطرف المدين اكتر من حساب والطرف الدائن اكتر من حساب وعمليات اخرى بيكون الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن اكتر من حساب او الطرف المدين اكتر من حساب والطرف الدائن حساب واحد هنا بقى اصبح ان انا عندي شكل للقيد الايه محاسبي او انواع للقيد المحاسبي أنواع القيد المحسنة دي عزيزي طلاب نوعين من القيود يعني إما القيد بسيط ودي بيكون كلا طرفيه حساب واحد يعني الطرف المدين حساب والطرف الدائن حساب زي إيه؟ زي مثلا اشترت المنشئة بضاعة نقدر البضاعة حساب حقيقي اشتريناها زاد يبقى مدين والخزينة حساب حقيقي ناسي بقى دائن يبقى أنا عند الطرف المدينة حساب البضاعة والطرف الدائن حساب الخزينة اشترينا سيارة نقدر يبقى الصيارة حساب حقيقي زاد هيبقى مدين والخزينة حساب حقيقي نقص وهيكون دائن في الحالة دي ايه اللي حصل الطرف المدين حساب واحد الطرف الدائن حساب واحد يبقى ديه خط بسيط لما اجي سجله داخل دفتر يوم يقول من حساب واكتب الحساب المدين الى حساب واكتب اسم الحساب الدائن يبقى من حه شرطة دي تكتب حه شرطة وتنطق حساب يبقى مش اكتب حساب زي ما احنا شايفين كده على الشاشة ومصطلح من المصطلحات المحاسبية يكتب حاشرطة وينطق حسابه يبقى من حساب وكتب اسم الحساب المدين يبقى مثلا في مثالنا السابق من حساب السيارات وحط المبلغ في المدين الى حساب الخزينة وحط المبلغ في الدان وهنا في التاريخ اسجل التاريخ اللي حدث في العملية وعلى مكان النقاط الصفر اشرح او احط ملخص للقيد يبقى القيد عبارة عن طرف مدينة وطرف دائن وتاريخ للعملية وملخص للعملية ملخص يعني يعني هشرح هنا القيد هشرحه هقول الشرح ايه اللي حصل هكتب شراء سيارة نغضل كلمة بتعبر عن اللي حدث في العملية علشان اللي ييجي يشوف العملية يعرف ايه العملية دي ايه اللي حدث في العملية دي لان انا مش هكتبه انا كتب له الطرف المدينة وده لان هناك بعض العمليات العملية بتقرر يعني القيد نفس القيد لكن العملية مختلفة يعني ممكن يكون عندي عمليتين مختلفتين ولكن نفس القيد ايه اللي بيقول لي ان دول حدثين القيد يبقى شرح القيد عزاء الطلاب جزء لا يتجزأ من القيد المحسن يبقى القيد البسيط هيكون كل طرفيه حساب واحد الطرف المدين حساب والطرف الدائن حساب النوع الثاني من انواع قود عزاء الطلاب وهو القيد المركب والقيد المركب زي ما اوضحنا ده قيد بيكون بيظهر نتيجة ان ممكن يكون الطرف المدين اكتر من حساب طرف المدين اكتر من حساب او الطرف الدائن اكتر من حساب او كل الطرفين يعني المدين والدائن يبقى اكتر من حساب يبقى النوع الثاني من انواع القود هو القد المركب وده بيكون كلا طرفيه يعني طرف المدين والدائن اكتر من حساب او احدهما يا إما المدين أكثر من حساب يا إما الدائن أكثر من حساب وزي ما أوضحها ثلاث أشكال يبقى الخد المركب له كده يا عزيزي الطلاب ثلاث أشكال الشكل الأول أن يكون الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن أكثر من حساب طب لما يكون الطرف المدين حساب واحد زي ما احنا شايفين كده هنقول من حساب ونكتب اسم الطرف المدين طب ودائن أكتر من حساب أقول إلى مذكورين يبقى لما يكون عند الطرف الدائن أكتر من حساب اقول الى مذكورين وكتب اسامي الحسابات ادئين يعني على سبيل المثال لو المنشأة اشترت سيارة النصف نقضا والنصف بشي كيف هنقول من حساب السيارة الى مذكورين حساب الخزينة بالنصف وحساب البنك بالنصف الاخر يبقى كده عند الطرف المدين حساب واحد والطرف الدين اكثر الحساب واشرح القيد منساس ولازم مجموع او المبلغ المدين يسوي المبلغ الدائن لنفس القيد ده شكل او الشكل الاول من اشكال القيد المراكم الشكل التاني ان يكون الطرف المدين اكثر من حساب والطرف الدائن حساب واحد يعني العكس المدين هو الاكثر من حساب والدائن حساب واحد وفي الحالة دي انقول من مذكورين واخد اسامي الحسابات المدينة حساب كذا وحساب كذا الى حساب وكتب الحساب الايه او الطرف الدائن ولازم مجموع الطرف المدين يسوي مجموع الطرف الدائن ومنساش اعزائي الطلاب أشرح القيد وسجل تاريخ العملية لأن شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي الشكل التالت من أشكال القيد المحاسبي عزيزي الطلاب عندنا اللي هو بيكون كلا طرفي القيد يعني الطرف المدين والطرف الدعم بيكونوا أكثر من حساب ألا عند الطرف المدين أكثر من حساب والطرف الدعم أكثر من حساب مرافو عليكي بنقول من مذكورين إلى مذكورين اتفقنا لما يكون فيه طرف للقيد اكتر من حساب لازم اقول لو المدين اقول من مذكورين طب لو ادائن اقول الى مذكورين طب لو ادائن اكتر من حساب يا دكتور ممكن تقابلني عملية يكون الطرف المدين اكتر من حساب والطرف ادائن اكتر من حساب اقول لك اه لو الطرف المدين اكتر من حساب اقول من مذكورين لو الطرف ادائن اكتر من حساب اقول الى مذكورين احنا عارفنا عزيزي الطلاب ان انا عندي نوعين من انواع القيود القيد الاول قيد بسيط الطرف المدين له بيكون حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد اقول ايه من حساب وانت فعلا ان كلمة حساب تكتب ح شرطة وتلطق حساب يبقى اقول من ح شرطة يعني من حساب واكتب اسم الطرف المدين الى ح شرطة اللي هي حساب طبعا واكتب اسم الطرف الدائن ده قيد بسيط الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد النوع التاني من انواع القيد قلنا قيد مركب والقيد المركب بيكون كلا طرفي يعني الطرف المدين والدائن في نفس القيد اكتر من حساب قلنا من مزكورين الى مزكورين طيب او يعني كلا طرفي او احدهما الطرف المدين يكون بس هو الاكتر من حساب والطرف الدائن حساب واحد يبقى من مزكورين الى حساب طب لو العكس الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن اكتر من حساب يبقى من حساب الى مزكورين واخبالي أعزائي الطلاب شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي ملخص كده للعملية اشترينا سيارة بشيك اكتب كلمة تدل على الحدث المالي واخبالي أعزائي الطلاب ان شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي مهملوش لان ممكن العملية تتكرر وهنوضح لكم عمليات كتير هنشوفها بعد كده اثناء تعرضنا العملات والأحداث المالية داخل المنشأة هنشوف عمليات العملية قد يتكرر نفس القيد لكن مش نفس العملية نفس الطرف المدينة ونفس الطرف الدقن لكن مش نفس العملية ها ديك مثال بدأ أعماله التجارية برأس مال مئة ألف جنيه أودعهم الخزينة بدأ أعماله يقولنا طبعا الخزينة حساب حقيقي هيزيد في الحالة ده يكون مدينة ورأس المال بيدلل على الملاك وهيكون حساب شخصي أعطى وهيكون دائم طيب العملية هنا الطرف المدينة من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال اللي حصل في العملية شرحت قط إنه بدأ أعماله التجارية شخص ما بيقوم بتأسيس منشأة وبيبدأ أعماله التجارية واللي هو المالك طبعا فأودع مبلغ في الخزينة المنشأة على شان يبدأ بنا نشوفات الخزينة حساب حقيقي زياد فبقى مدين ورأس المال حساب شخصي أعطى وطبعا الرأس المال بيدل على صاحب المنشأة وبالتالي هيكون حساب شخصي أعطى ومن ثم هيكون إيه دائد. الطرف المدين حساب الخزينة ورأس المال الطرف بيمثل الطرف الدائد. القيد من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال. العملية بدأ أعمال التجارية بتقديم أو بإداء مبلغ إيه ما في الخزينة. طيب ممكن يعمل صاحب المنشأة يزود رأس ماله. بعد من المنشأة اشتغلت بدأ أعماله دي كان في أول ما بدأ النشاط. بعدها في فترة حاب يزود رأس المال. ركز معي. طيب عمل إيه بقى صاحب المنشأة؟ أودع مبلغ في الخزينة كزياد الرأس المال. دي عملية تانية. حدث تاني إنه مش بيبدأ أعماله ده بيزود رأس المال طيب ولما يزود رأس المال نقدم الخزينة حساب حقيقي هيزيد هيكون مدين. ورأس المال حساب شخصي أعطى اللي هو المالك طبعا هيكون ده. القيد من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال. الله ده نفس القيد بتاع بدأ أعماله إيه؟ التجارية مع إنه مش نفس العملية. القيد المرة اللي فاتت كان يخص العملية بدأ أعماله التجارية. المرة دي القيد إيه؟ زود رأس المال. يبقى كده العملية مش نفس العملية ولكن القيد نفس القيد يبقى شرح القيد مهم شرح القيد مهم لأن شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحسابي أخد بالي مهملوش لأنه طبعا هو بيدلل إلا حصل زي ما شفنا عمليتين مختلفتين ولهم نفس القيد تعالوا نشوف مع بعض بقى وناخد تدريبات إزاي نحلل العمليات لأطرافها المدينة ونسجلها في دفتر اليومية وفقا للطريقة الإيطالية وأوضحنا عزيزي الطلاب أن احنا في ظل الطريقة الإيطالية بنستخدم دفتر واحد لليومية وبنسجل فيه العمليات وفقا لقاعدة القيد المزدوج كل العملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ تعالوا نشوف مع بعض عندنا تدريب الأول بيقول لي في واحد واحد عشرين عشرين بدأ محمود سمير أعماله التجارية بمبلغ عشرين ألف جنيه أوداها خزينة المنشأ أول حاجة أعمالها أحلل العملية بدأ محمود سمير أعماله التجارية بمبلغ عشرين ألف جنيه أوداها خزينة المنشأ محمود سمير ده مالك يعني صاحب المنشأ وطلع محمود سمير صاحب المنشأة يبقى هو رأس المال أو دعف الخزنة يبقى الخزنة ديت حساب حقيقي بقى العملية ده أسرط على خزينة أو على رأس المال الخزينة حساب حقيقي ذات ويبقى مدين ورأس المال حساب شخصي أعطى اللي هو محمود سمير بنطلق عليه رأس المال الملك أو صاحب المنشأة بنطلق عليه رأس المال بقى حساب رأس المال حساب شخصي أعطى وبالتالي يكون دائن الطرف المدين حساب الخزينة والطرف الدائن حساب رأس المال أسجل عملية دي أعزائي الطلاب في دفتر اليومية أرؤى على دفتر اليومية على طول أقول من حساب الخزينة وحط المبلغ الطرف المدين في المدينة 20 ألف جنيه أقول من حساب الخزينة 20 ألف جنيه إلى حساب رأس المال في الطرف الدائن 20 ألف جنيه أشرح القيد منساش بدء محمود أعماله التجارية ده ملخص العملية وانا كده فهمت انه مش بيزود رأس المال ده هو لسه بادئ اعماله التجارية يبقى شرح القيد مهم اسجل تاريخ العملية واحد واحد عملية بسيطة ده قد بسيط طرفه المدين حساب واحد طرفه الدائن حساب واحد تعالوا نشوف عملية اخرى بيقول لي في اتنين منه اشترت المنشاعة بضاعة بمبلغ تلاتين الف جنيه من محلات سمير نقدا والبقي مشيه ايه اتنين منه دي احنا في العملية السابقة قلنا في واحد واحد عشرين عشرين في العملية دي بيقول لي في اتنين منه يعني يقصد اتنين من نفس الشهر من نفس السنة يعني دي اتنين واحد عشرين عشرين او الفين عشرين يبقى لما يقول لي في اتنين منه يبقى اتنين من نفس الشهر من نفس السنة اتنين منه تلاتة منه يبقى اتنين من نفس الشهر من نفس السنة اربعة منه وكذا يبقى في اتنين منه يبقى اتنين واحد عشرين عشرين وفقا للتدريب أو التمرين اللي احنا شغالين عليه طب هو بقول لي اشتريها المنشأة ايه بضاعة بمبلغ كام 3000 جنيه خليك معايا بقى خب بالك معايا من جزئية مهمة ايه هي البضاعة البضاعة دي نوع السلعة اللي المنشأة بتتجر فيها يعني ايه بتتجر فيها يعني بتشتريها بغرض البيع خب بالك تاني بيقول لي اشترت المنشأة بضاعة اخب بالي من ايه ان البضاعة دي نوع السلعة اللي المنشأة بتتجر بيها يعني كل شخص بيتاجر في شيء هو بالنسبة له بضاعة يعني ايه بيتاجر فيه يعني بيشتريه عشان يعيد بيعه ويحقق مكسب في الفرق بين الايه بين السعرين عشان كده عزيزي الطلاب لما بنشتري البضاعة بنفتح لها حساب سمحساب المشتريات ولما بنيجي ببيع البضاعة بنفتح لها حساب سمحساب المبعات واخد بالي ان المشتريات هتبقى ايه هتبقى مدينة ليه بقى ركز معي البضاعة دي حساب ايه البضاعة ممتلك البضاعة نوعا ايه؟ حساب حقيقي Current. طيب امت هتزيد لما اشتريها? يبقى لما اشتري البضاعة هتزيد ولما تزيد مرافو عليك هتبقى مدينة. يبقى لازم البضاعة هاتيجى مدينة بحالة الشراء لان البضاعة حساب حقيقي زاد هيبقى مدينة. هنفتح بقى الأحساب بدل ما نقول عليها بضاعة هناخد الجانب اللي هو الخاص بالشراء ونفتح حساب اسم وحساب والمشتريات تبقى مدينة لانها بتعمل المشتريات. بتزود البضاعة حساب حقيقي لما زيدي مدينة ادي اول جزئية. طيب لو احنا بيعنا البضاعة لو بيعنا البضاعة البضاعة ايه اللي احصل الله هتنقص برافع عليك. والبضاعة حساب حقيقي لما ينقص هيجي هيجي دائم برافع عليك. طيب و لما هيجي دائم هنسجل بضاعة لا. هنزفتح له حساب اسمه حساب الايه. المبيعات يبقى عندي حساب المشترات ده بيمثل الزيادة في البضاعة وهو مدين وبطبيعته وحساب المبيعات بيمثل النقص في البضاعة وهو دائم بطبعته يبقى عند حسابين للبضاعة لما شير البضاعة هافتح حساب له وقال حساب المشتراته هتبقى مدين ولما باعها هافتح حساب تاني وقال حساب المبيعات وهو ايه دائم واخب بالي ان الطريقة اللي بنسجل بها البضاعة دي داخل دفتر يومية دي وفقا لنظام من نظم جرد البضاعة بيسمى نظام الجرد الدوري لان فيه نظام اخر ممكن نسجل بها عمليات شراء وبها البضاعة بيسمى نظام الجرد المستمر ان شاء الله تتعرفوا على نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر في الصف الثاني ان شاء الله بعد تفوقكم ان شاء الله ونجحكم في الصف الاول تعالوا نشوف اعزائي الطلاب بقى لما نحل العملية هنقول ايه اشترت المنشأة بضاعة يبقى البضاعة هنا على طول هنفتح الحساب اسم وحساب المشتريات والمشتريات حساب مدين بمبلغ 3000 جنيه يبقى كده الطرف المدين ب3000 اللي هو الخاص بمشتريات ب3000 جنيه من محلات سمير النص نقدا والباقي بشيك النص نقدا يبقى ناديه هنا عندنا ايه عندنا الخزينة اول ما يقول له نقدا يبقى الخزينة واول ما يقول له الباقي بشيك يبقى البنك وهو شيك ها يسرف منين من البنك يبقى العمل دي اصرت على ثلاث حسابات ايه هم اعزائي الطلاب اول حساب عندي البضاعة والبضاعة حساب حقيقي زاد يبقى مدين لكن هنفتح لقصة باسمه